حبيبي انا اطعبت قللي شو هي الشغلة الله يخليك حبيبتي خلي شوف ياري يجيب خمسين كيلو حلو ولا قللي مئة كيلو خمسين لبيت وخمسين للمكتب ولا شو الحلو حبيبي اكيد في شي فرحة ما فرحني معك ترقيت ترقيت عم جات حبيبي ولا عم تنزح جا لك تقبر قلبي لك الله يخليلياك يا رب وما يحرمني من ناتك اسلاميلي كله بفضلك حبيبي بس ما بكرا تروح تستغني عن خدماتي وتجبلك شي سكرتيرة تانية ولا وحدا بيستغني عن قلبه وحدا بيستغني عن روحه حبيبي ما تصعب بسمحني ببك يفعد حبيبي يلا يا عم جي أنا حق تصير بالشوفير اللي يشوف لنا الحلو اوكي اوكي شوفك يا جميل لستنزحي اوكي اوكي يا عم جي اوكي سوفك يتوقف اوكي 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 والله مالك على أي مي كان قلبي حاسسني ما بعب كليش العالم هيك ضيقانة عين علي وين المشكلة إذا أنا ما كان معي لا تاسع ولا باكالوريا ومدير برامج وين المشكلة؟ ليش العالم هيك حاسبتني بعرضك اللي لي أستاذ هلا كل ما طلبك المدير بدك تجي لعندي وتسمعني نفس الموشح فوت بقى وخلصنا متى القصة أنا كل ما بجي بسمعك نفس الموشح عن جدرة عن بريلات أغذيني دعي الله يصريك الله يصريك دعي لي قلنا حفل بهيج تم معقد قران وزفاف الشاب بهيج والآنسة أريج صباح مخير أستاذ أهلا وسهلا بقى مسعيد فضلت فضلت أهلا وسهلا الله يسير قلت لك يا أستاذنا الله يخليني إياك يا رب أستاذ ما يعني والله أنا من الصبح اليوم فايق ما بوضل بي شوي ببعرفي شبر عوبع عادي عادي بني أدم بيرتعب يعني بس خير إن شاء الله ما في شي في شي ما والله هاي قلبي حاسسني في شي لك شباك 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 أبسعيد لا تخاف بنوب اللي ورا دعمي مثل دعمتك ما لازم يخاف أبدا شباك أه والله ما شب أنا شي يا أستاذ عادي بس يعني يعني إنه يمكن أنا هيك وبحب لي هيك مش عن هيك صاير معي إنه شوي خايف هالأيام تعرف يا أستاذنا والله ما يعني يعني واحد ما بيأمن لأخوه والله العظيم يعني صاير قدامي كذا حدس إن هذا النوع بس شو نساوي يعني بعد باقنا ستربو ديل برامي صارت العين اللي هيك قد صدر لك نافل خايف تطرني شي عين هيك تدخلني بالحيد طلعني ميجنة بالتاني هو جوز ما أطلع كمان لم تتخلع عين تطرق شو صاير جبان فتح لي مخاك في نية حن والله يا أستاذ انفتح بالخي والله عم حاول تدخو عكتر شي بس طمني شو صاير والله خلدته حبيب قلبنا مولانا وتاج راسنا السيد جابع أبو فؤاد صرفه وليه لك شباك شباك لك شباك فقط بعصابي لك خلاص يا ابني أبو سعيد الرجل استلم منصب مهم كثير أيها يا ديسكي لي كل مجتهد النصيب والله العظيم يا أستاذ طمنتني والله طمنتني الله يطم من بلك لأنه هو هيك صار هيك وانت بتعرف افضله علينا انا وانت بالذات افضله طمرتنا الطمر طبعا كلامك دائما مظبوط يا أستاذنا مظبوط ليشان هيك يا أبو سعيد لازم نفكر بشين كرمه لمولانا وتاج راسنا يعني نعمله شي عن الضيعة تبعه خلاص لا تكفي فيمت عليك أستاذ انا هلأ بنزل بزبط السيديو تحت الكبير وبنحط له هالموكيت الأحمر وبنستضيف الأستاذ جابر ساعة ونص لحاله غشيم يا أبو سعيد اسمح لي قللك غشيم هذا شيء كلاسيكي تقليدي نحن الآن بيعصر الإعلام المفتوح والمباشر مشان هيك أنا فكري يعني ناخد بعضنا من روعة الطيعة ونفاجئوا لأن فؤاد ونعملوا شي عن الطيعة تبعه خلاص فهمت عليك أستاذنا أوكي الأمور خلاص فليهمك من روعة الطيعة ما ضبط كل شيء بس هي في شغلة خطرة شوي صغيرة بما أنه يعني برنا مجدع الهوى مثل ما تعرف حضرتك يعني من خاف شيء هيك نسمة هوا غربي تقشنا كلنا يعني خطرة شوي خشي جبان نحن رح نركز أهل الطيعة أساسا ما رح يحكوا أهل الطيعة إلا شيء اللي بدنا يا نحنة براح يحكوا شيء أبدا برات الطريق لأنه رح نخليهم يحكوا عن أفضل أبو فؤاد بالطيعة وهي منكون بيضنا صفحة نمو ممتاز خلاص أستاذ لتاكلهم أنا رح أجيب أحسن كسف لي أحسن مخرج أحسن معد أحلمو زيعة هيك أريد إياهن عن فرازة عن فرازة فرز 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 ما بدي أي خطأ فني وأنا خطأ فني خلاص نتاكلها بأستاذ أحسن تقول الله الله لا تقول الله خلاص الله سبحانه وتعالى واقف على أخرص لا تقبس عيد هات الجليلة وقول الله أحفا أيوه ثاني أمو أمو خلأ أنت شو اسمي شو بدك باسمي أمو مو مشانشي يا عمو بس حابين نتعارف بسيطة اسمي هبا وانا اسمي سعيد عمو انتي متجوز الشي نا قصتك يا عمو مختار يا مختار شباك شباك تجب فلتي خير شوفي ابو فاروق ما لازم يحكي على التلفزيون ليش با لحظة ونتي على الصريق أستاذ الله يستر عربا اي 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 ولا يهمك يا أستاذ يا أستاذ عندي يا نعم إلا ولو يا أستاذ نحن جماعتك على الفرازي شوفي الله يسعدك خلص كله تحت السيطرة أهلين أستاذ أهلين الله معك شوفي موديل برامج صار حاكي معي خمسين مرة من الصباح شوفي الدو شو يا مختار؟ خبروني أنه ما بتكن يعني بالقعدي أبو فارولة تزيد على قلبي وفرقنا بريحة طيبة ها؟ لا يا مختار أنا بعرف الأستاذ جابر منيح ولك بعرفه أكثر من كل اللي موجودين هون ربينا سوا يا رجل ولاو يخرب بيتك شون بوجة صحيح إنك واحد طنبرجي طنبرجي لا يا مختار لا تغلط أبدا ها والشغل ما بيعيب حدا بعدين أنا لو ما بحبه للأستاذ جابر كنت جيت لهون لا أحكي عنه لك يا أخي فرقنا بريحة طيبة خلينا نجوف شغلنا بعدين تعال أقول لك الأستاذ جابر بي ذات نفسه ما بدو إياك طلع على التلفزيون يا أخي وبكرا بس يجي يسأله بذات نفسك أنا خاص ناص طيب بسيطة ماشي يا مختار نفسك تفضلوا 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 الحقيقة يا جماعة أنا ماني عرفاني شلون أشكركم على المشاركة الوجدانية النبيلة اللطيفة بس أريدك شوي لديك أولي خليك لعندك شوي بس لعندك شوي لهون يلا جاهزين جاهزين يا أستاذ حاجة تعيط حاجة تعيط خمسة أربعة ثلاثة ثلاثة والله يا أستاذ أبو فؤاد صدق الشعار يلي بيقول الرجل المناسب في المكان المناسب والله يا أبو فؤاد فرحت لك من كل قلبي والحقيقة أنك مفضل ومغرقنا في جمايلك أبو فؤاد مفضل على الجميع على صغيره عليك كبير عقبال ما نفرح بفؤاد إن شاء الله الله يعزك تؤبريني وعقبال ما نفرح فيك إن شاء الله إن شاء الله يا جماعة بعد إذنكم بدي شغل التلفزيون بدي طلع برنامج صغير حبيب تشوفوه شو عني أستاذ أعزائي المشاهدين أسعد الله وأوقاتكم في هذا البث الحي والمباشر من ضيعة النفناف التي تصادف وجودنا فيها هذه الضيعة الرائعة الجمالي بناسها وسكانها وأهلها وموزها وتفاحها وكما عودناكم دائماً دائماً أننا نأخذ ضيعة لا على التعيين لنطلعكم على أحوالها الثقافية والفنية والاجتماعية والأهلية والمحلية وبداية يسرنا أن نستضيف وهذا قد كان في حوارنا الآن يسرنا أن نستضيف مختار ضيعة النفناف السيد ممكن تعرفنا على حضرتك؟ سعيد بن سعدون السعيد مختار قرية النفناف منذ زمن بعيد عم سعيد شو تحب تحكي لنا عن هذه الضيعة من كافة نواحيها الاقتصادية والثقافية والفكريات والإنسانية؟ هذه القرية أنا في البداية أقدم الشكر لك يا آنسة هبة والتلفزيون الذي أتاح لي فرصة التحدث من خلال هذه الشاشة نعم أقدم الشكر للسيد مدير المنطقة ومدير الناحية والمحافظ وكل المسؤولين اللي يهتموا بمشاكل الزراعة بهذه القرية وكما أختنم الفرصة وأقدم التهاني لابن هذه القرية البار السيد جابر لأنه يا آنسة هبة السيد جابر لو له ما كنا نحن هنا نهائيا أفضل كثير على هذه الضيعة والله يا عمي لك وما لك يا مين علي إنه لو لا السيد جابر لحتى يكان وضع الضيعة كثير كثير سيئ السيد جابر بنى جامع بالضيعة هذا هنيك ديكي ديكي يا عميك ايكي هذا الجامع هو اللي هو اللي بنى السيد جابر لقى كل أهل الضيعة يوم الجمعة يصلوا عند حوش أبو أحمد والسيد جابر هو اللي بنى وبقدر إليك يا عميك إنه شايفي هذي هني كني كان عميك كمان السيد جابر هو اللي بنى والسيد جابر قدم لهالضيعة شغلات كثير 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 عظيمة عظيمة أنا لو لا السيد جابر ما كنت شفتيني هوم مختار بهالضيعة ياهي مو معقول ما شاء الله ما شاء الله كل هذا يا أستاذ جابر شو هالهمة يا أستاذ جابر مو معقولة المختار والله العظيم خجلني ما كان بدي اي حكاية لحكي هذا واجمي تجاه لي وبلدي بالعكس يا أستاذ جابر بالعكس لازم كل الناس تعرف بأفضلك طبعا طبعا وخصوصا المسؤولين لازم يسمعوا من شان يتعلموا كيف الشهم والأبضاي بيعمل مع أولاد بلده جابر شوفي ها في واحد تاني من ملاد ضيعتكم والآن نتعرف على العم ممكن تعرفنا بحضرتك أنا أبو جدعان من ضيعة النفناف بحب وجه تحية إلى صديق طفولتي الأستاذ الكبير جابر أبو فؤاد العزيز صدفة سعيدة يا ريت لو تتكلم لنا قليلا عن ذكرياتكم في مرحلة الطفولة شو بدي أحكي لك لأحكي لك يا أنسة أنا والأستاذ جابر وأبو فاروق الطنبرجي كنا تلت أولاد ما نفتره كنا نلعب سوا ونطلع على الصيد سوا وكنا نس كنا نسبح المهم كنا على طول مع بعضنا البعض والأستاذ جابر من ظهرته بيحب فعل الخير كان يعمل فينا كل فعل خير أخو أخته وبعدين سافر على المدينة بس ما نسينا ضل ورا المسؤولين لحتى صار عنا مدرسة بالضيعة وزفت الضيعة كلها وطرقاتها أعزائي المشاهدين ونلتقي الآن حضرة مديرة المدرسة تفضلي شو تحبت إليلنا؟ أولا أهلا وسهلا بكم في ضيعتنا الجميلة المتواضعة وباسمي وباسمي نساء الضيعة جميعا أحب أن أثني على جهود السيد جابر ولن يفوتنا في أن نحيي كل من ساهم ويساهم في رفع شهر فضلوا يا جماعة فضلوا يا جماعة فضلوا يا جماعة فضلوا يا جماعة ونثمن جهود السيد جابر في دعم الحركة النسائية في الضيعة ونقول له شكرا لك يا ابن الضيعة البار شكرا لك من صميم القلب تحية لك من القلب إلى القلب وشكرا لكل المسؤولين في الحكومة أنا الحقيقة كنت حاب أسألك سؤال عن السيد جابر لك هلأ قابتحكو عن حفيدي جابر حضرتك ستة للإستاذ جابر وينو جابر وينو فرجوني علي وينو سيداتي سادتي ونلتقي الآن مع الشجرة البارة الشجرة المسمرة التي أنجبت أطفالا كبروا وصاروا رجالا في هذا الوطن ومنهم السيد جابر مرحبا يا حجي أهلين يا بنتي بنت مين أنت يا غالي حجي أنا مزيعة وجاية أعمل لقاءات هنا ونحن على الهوى هلأ شو بتحب تحكي عن الضيعة يعني هلأ قاني إذا بيحكي من هون بيسمعني جابير طبعا بيسمعك تفضلي شو بتحب تحكي ألو ألو جابير عب تسمعني ألو كيفك يا سيدي ألو الله الله يفرجيني فيك يوم يا ناكر الجميل هايك ولا هايك بتترك سيتك وبتنقلا ولكن المثل بيقول اللي فهوش خير لأهله فهوش خير لبلده ماعلاشي أبديش يزعل منك تعرف ليش لأنك غالي على قلبي ما هو بيقوله ما أغلى من الولد إلا هو ولد الولد ولك الله يرحمه لبيك الله يرحمه لبيك الله يرحمه لبيك الله يرحمه ترابه لبيك ما دهو عب قلي ليك يا أمي هذا الولد اللي اسمه جابر متبر منه ليوم الدين تعرف ليش منيج عبيلنا مفرف عني مفعالك مراقص مفعالك مراقص الله يلعصم في حدا بيكرحني بده يخرب ما عليك هذا الولد مدبر موضت لبيك وبيتقصب أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا جماعة اتفضل لكل فواكي خدوا راحتكم تذكرش قداش شقينا وتعبنا لعلّمناك وربيناك هاولا شو ها يا قليل الظمي لك شو اللي عمل شوفه ولا بتذكرش قداش شخيف بثيابك إسقالله 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 إذيك الهيام أهلي مدام وفؤاد أهلي وسهلا حاضر والله والله العظيم يا مدام ما بعرف من هاي قسم حاضر مدام هلأ راح بيقطع البس ها والله أطع الهوى كله عندنا لك أطع البسيب لك كيف ما عمل لك يا ابني لك أطع البسيب لك كات أستاذي والله والله كان قلبي حاسسني أنا قلتلك قلتلك العين علينا هيك ما حكي لي هاذي المسكين المعثرة أهلا وسهلا يا جماعة أهلا وسهلا شرفتونا أهلا وسهلا أهلا وسهلا الله يرحم ويرحم التراب ها شفتو هاي وحدة خرفانة بس والله العظيم ما رح نخليها أبدا أنه تمروا على خير وبوكا رح تسمعوا شو رح نساوي بكل اللي عملوا هالمؤامرة هاي لا وبحق مين بحق أحد رجالات التنمي والتطوير والاقتصاد بالبلد فعلا شيف وزيع هي ولا يهمك مدام ولا يهمك يا جبل ما يهزك ريح أنا أصلا كنت متوقع أنه يصير هيك شي لأنه متل ما بتعرفوا نحنا عم نمر بمرحلة جديدة وهي مكافحة الفساد بكل أشكاله يعني ومن الطبيعي أنه نشوف مظاهر حاقدة من ناس بيهمة أنه يضل وضع لما هو عليه طبعا مدام طبعا مدام طبعا يا مدام خرب ببيتنا والكلب عزالة وين المخرج نعم استاذ أبسوط أحالك ما وين المعد نعم استاذ الله لا يعطيك العافة ما تحدي الهتات توي يا وهي البوزيعة اللي هلوبة والله والله لا أخرب ببيتكن والله بسيطة اخرجوا لك أخ يا ديسكي أخ يا ديسكي أخ يا ديسكي لحظة نعم 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 سيدي نعم من الشخص الأحمر اللي قطع على الختيارة رجعه فورا حا 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 حاضر حاضر سيدي انت لك يا أحمر رجع فورا لك ولك ايه؟ الله يمرق هنهار على خير يا ربا رجع البس ولك رجع البس استعمالك 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 خمسة ولك أربعة تاتة 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 أهلا وسهلا تفضل لي مدام ولك جابير فعلا ليستحوا ماتوا عن جد من اللي عم يجيبوا هالحكي ما بعرف من يوم يوم ات مئذي وكذاك ولك استحي على دمك رجع لأصلك ولك بكفيش اللي عملته بأهل ضيعتاك قبل ما تسافر على مديني أبتذكريش ولك ما خليتش حدا من أهل الضيعة إلا وسرقته لا خليت جاجي ولا بقرة ولا عندي طفلة من بين دياتك الله ليش بعك موسيقى روح يا جابير روح يا ابن أميني روح يا شقبي من لحمي ولك الله لي وفقك لا دنيا ولا آخر إلهي إلهي قبل ما موت شوفك فتصانب شي مزبلي وملقوح مثل الكلب يا كلب قال قال بقول المثل الظفر أبيطلعش من اللحم صحي أنا عبيحكي عجابر بس كل الكلام اللي عبقوله مصاير ومش ممكن يصير لأنه جابر أشرف من الشرف ذاته بس أنا عبيحكي هذا الحكي لأنه شرقتله مش عبيقدر شوفه هو بيضل بالمدينة حاملهم من البلد عكتافه يا مامتي فدي شوفه قبل ما موت سمحني يا ستي سمحني يا ستي سمحني يا ستي سمحني يا ستي يمكنني قصيد عليك بالحكي مش هيك مثلو أني ما عملت شيك ما كنتش كحلت عيوني بشوفتك يا قلبي اشتغتلك يا جابر اشتغتلك عبك يا ستي عبك يا ستي فدي